الغارات الجوية الروسية على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي مستمرة المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات تركزت على بلدة تلم صيبين التي تتعرض في الوقت ذاته لقصف مدفعي مركز من قبل قوات النظام المقاتلات الروسية شنت غارات مركزة أيضا على منطقة الملاح في ريف حلب الشمالي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين كتائب المعارضة السورية وقوات النظام الطائرات الروسية قصفت أيضا الأبنية السكنية في حي الميسر في مدينة حلب القصف الجوي على حلب وريفها الشمالي تزامن والاشتباكات العنيفة في محيط منبج بريف حلب الشرقي بين مسلح داعش وقوات سوريا الديمقراطية معارك أدت لسقوط العشرات في صفوف الطرفين ووسط هذه المعارك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتمكن مئات المواطنين من الخروج من منبج خلال اليومين الماضيين ليصل عدد المدنيين الذين استطاعوا الخروج إلى 3500 شخص